أهلا بكم في السيشن الأولى من كورس Advanced Networking معاكم دكتور مهندس مصطفى الجمالة نبدأ الكورس بتاعنا بتصنيف عام لشبكات الاتصالات أو الكمميليكيشن ناتوركس ممكن نصنف شبكات الاتصالات لنوعين رئيسيين نوع الأول Switched Communication Networks والتاني Broadcast Communication Networks في النوع الأول Switched Communication Networks بيكون عندنا جهاز في النص هو اللي بيكون بعملية السويتشنج أو التحويل من المصدر للدستيناشن أو من السورس للدستيناشن أما البروتكاست بتتميز أن رسالة دايما بتوصل من سورس لجميع الديستيناشن وما بيكونش فيه سويتش في النص مسؤول عن التوصيل ما بينهم البروتكاست Communication Networks مثال عليها شبكات الأمار الصناعية والباكت راديو ناتوركس أما Switched Communication Networks في الموقع تتقسم لنوعين النوع الأول الباكت سويتش ناتوركس وفي النوع ده بنقدر نقسم الرسالة لأجزاء صغيرة بنسميها باكتس أما في النوع التاني اللي هو السيركت سويتش ناتوركس دوت بيبقى عندنا حجز لدائرة أو بيتم استخدام سيركت ما بين السورس وما بين الديستيناشن وهنتكلم عن فرق بين الشبكات ديت بالتفصيل بعد كده شبكات الباكت سويتش ناتوركس ممكن نقسمها النوعين Connection Oriented Networks زي شبكات الـ NBLS وConnection List Networks زي الشبكات اللي بيستخدم الـ IB بروتوكول نبدأ نتكلم عن نوع الأول اللي هو الـ Switched Communication Networks مثال على الشبكات اللي بتندرك تحت نوع الـ Circuit Switched Network شبكات التليفونات أو الـ BSTN والشبكات اللي بتستخدم الـ Optical Signals أما مثال على شبكات الباكت سويتش ناتوركس فالـ IB Networks أو الشبكات اللي بتستخدم بروتوكول الـ IB أو الشبكات اللي بتستخدم بروتوكول الـ MBLS شبكات الـ Broadcast Communication Networks زي ما قلنا زي شبكات الساتلايت أو الأمار الصماعية والـ Packet Radio System الـ MBLS هو بروتوكول بيستخدم في شبكات الباكت سويتشد ونوعه Connection Oriented ومعنى Connection Oriented Networks معناها أن علشان السورس يبعت أي data للـ Destination لازم تمر العملية دي بـ 3 مراحل أول مرحلة Connection Establishment أو تأسيس الاتصال ومرحلة الثانية Data Transifier ومرحلة الثالثة Connection Release أو إنهاء الاتصال أي إرسال من السورس للـ Destination بيتم على الثلاث خطوات دول اللي هو Connection Establishment و Data Transifier و Connection Release بنسميه Connection Oriented الـ MBLS بيستخدم نفس الثلاث خطوات دول علشان السورس يبعت للـ Destination من خلال شبكة بتستخدم بروتوكول الـ MBLS فبيتم عمل الـ Connection باستخدام الثلاث خطوات أما الـ Connection List Network فهي عكس الـ Connection Oriented ومعناها إنه لما السورس يكون عنده Data وعايز يبعتها للـ Destination بيبعتها على طول ما بيكونش فيه مرحلة اسمها Connection Establishment ولا المرحلة الأخيرة اللي اسمها Connection Release والـ IB بروتوكول مثال على البرتوكولات اللي لما تحب تبعت Data ما بين الأجهزة بتبعت بطريقة الـ Connection List وهنتعرف بالتفصيل على البرتوكولات ديت بإذن الله أثناء دراستنا في الكورس الشبكات اللي قلنا عليها اللي هي الـ Circuit Switching بيتم استخدام فيها الثلاث خطوات دول علشان نرسل بيانات ما بين السورس للـ Destination يعني في البداية يبقى عندي Circuit Establishment وممكن نشيل كلمة Circuit ونحط مكانها Connection يبقى عندي Connection Establishment ودي تترسيفير المرحلة الثانية والـ Circuit Disconnect أو Connection Disconnect في نهاية إرسال الـ Data أحد الأمثلة على الشبكات اللي بتستخدم الطريقة دي واللي اسمها Circuit Switched Networks هي شبكات الـ Public Switched Telephone Network أو الـ BSTN اللي هي شبكات التلفونات شبكات التلفونات بتستخدم Circuit Switching ومعناها إذا اللي نحب نعمل مكالمة في البداية لازم نطلب الرقم الرقم اللي بنطلبه ده لما يوصل لشبكة أو أجهزة شبكة التصالات بتقدر تعمل Circuit Establishment بتقدر تعمل Create Connection ما بين الأجهزة الموجودة في شبكة التصالات وبعد ما الطرف الثاني الجرز عنده يرن ويرفع السماعة يبقى كده دخلنا في المرحلة الثانية اللي هي ديدها ترسيفير أو ممكن نسميها فويس ترسيفير وبعد ما يتم التبادل الصوت بنقفل السكة يعني بنقفل التلفونات أول ما نقفل التلفونات بيتم عمل Release للكونكشن أو Circuit Disk Connection يبقى أطلق الخطوات دول بيتم تحققهم أو تنفذهم في شبكات Circuit Switching Circuit Switching Network مناسبة لعمل Voice Codes ولكنها مش مناسبة لإرسال Packets أو الديتا علشان كده شبكات Packets Switching Networks هي الأنسب لحمل الديتا أو الانترنت ترافيك ما بين الأجهزة وبعضها ده الأن الديتا اللي بيتم إرسالها من خلال جهز الكمبيوتر بتبقى بيرستي ديتا وبيرستي ديتا معناها إن هي ما بيتم إرسالها بصورة منتظمة لأ ممكن يكون في ترافيك وبعد شوية ما فيش ترافيك ممكن بعدها يكون في ترافيك لو بنعمل Upload Data أو بنقرأ مثلا إيميلات وبعد كده ما يكونش في ترافيك فالكاركتوريستيكس بتاعة الانترنت ترافيك بنسميه بيرستي ديتا وأنسب الشبكات المؤهلة إنها تشيل بيرستي ديتا شبكة Packets Switching Networks وليست Circuit Switching Networks قلنا قبل كده إن شبكات Packets Switched ممكن نقسمها النوعين أول نوع Connection Oriented زي برتكول الـ MBLS والنوع التاني Connectionless في النوع الأول اللي هو الـ Connection Oriented بيحاكي الـ Circle Switching Networks يعني بيتم تحقيق الاتصال عن طريق الثلاث خطوات اللي قلناهم قبل كده أما النوع التاني اللي هو الـ Connectionless زي برتكول الـ IP بيستخدمش الثلاث خطوات دول لإرسال البيانات من الأجهزة هي خطوة واحدة بس اللي هو إرسال البيانات وطبعاً ده بيميز برتكول الـ IP أو أي شبكة نوعها Connectionless بـ Simplification بتبقى شبكة بسيطة ما بتحتاجش signal protocols و traffic كتير علشان تبعث البيانات ما بين الأجهزة وبعضها واضح قدامنا إن برتكول الـ IP بيتم فيه أو بيتم باستخدامه عمل routing ومعنى كلمة routing معناها اختيار أنسب مصار ما بين الأجهزة وبعضها هنلاقي إن عندنا مصار ما بين الأجهزة الـ routers بيتم اختياره وعن طريقه بيتم إرسال البيانات من يوزر A إلى يوزر B ولكن برتكول الـ IP المستخدم في شبكات الكمبيوتر لا يدعو من quality of service ومعنى quality of service معناها إن الشبكة بتاعتنا تقدر تميز الأنواع المختلفة من الـ traffic وتقدر تحقق متطلبات كل نوع منهم أنواع الـ traffic ممكن يكون voice أو video أو data لو الشبكة بتاعتنا بتقدر تميز أو أجهزة الـ network بتقدر تميز الـ traffic الخاص بالـ voice والـ traffic الخاص بالفيديو والـ data وتقدر تحقق متطلبات كل الـ traffic منهم أو كل نوع منهم كده الشبكة دي بتدعم quality of service النساء اللي قدامنا بيوضح إن شبكة التليفونات اللي بنسميها public switch telephone network هي أحد أمثلة الشبكات اللي نوعها circuit switching networks وهنلاحظ في الرسمة إن لو عندنا subscriber A السبسكرايبر ده بيكون متصل بـ central office اللي هو المكان اللي فيه أجهزة شبكة التصالات عن طريق كابل نحاس بنسميه local loop وكذلك subscriber B متوصل بـ central office التاني عن طريق كابل نحاس اللي بنسميه local loop وما بين السنترالات وبعضها أو أجهزة الـ switching وبعضها بيبقى عندنا connection بنسميها E1 connection أو T1 connection أو أنواع تانية من الـ connectivity وهنتكلم بالتفصيل عن أنواع الـ connectivity اللي بتوصل أجهزة الـ switches وبعضها والموجودة في شبكات التليفونات شبكات التليفونات ممكن نسميها BOTS أو plane all telephone system أو public switch telephone network أو BSTN قلنا دلوقتي أن عندنا local loop اللي هو twisted bear line كابل نحاس عبارة عن سلكين مع بعض متوصل ما بين بيوت الـ subscribers أو بيوت المشتركين أو أجهزة التليفونات وما بين الـ central office أو أجهزة شبكة التصالات الـ connectivity اللي ما بين أجهزة الـ switches وبعضها اللي هي بتكون موجودة ما بين الـ central offices وبعضها بتستخدم طريقة اسمها time division multiplexing ومعناها أن بيتم تقسيم الكابل اللي ما بين الـ switchات من وجهة نظر الوقت لـ time slots وكل كول من subscriber A لـ subscriber B بيتم إرسال البيانات بتاعتها أو الصوت نفسه في time slot معين من time slots المكونة لـ connectivity اللي سميناها T1 أو E1 بكده احنا بنستخدم كابل واحد على سبيل المثال ولكننا بنقسمه لمجموعة من time slots علشان كده الطريقة دي من طرق الملتبليكسنج اسمها time division multiplexing فيه أكتر من نظام بيستخدم الـ tdm أو time division multiplexing وأمثلة عليها sonat و sdh أو bdh وهنتكلم في الجزئية دي بالتفصيل بعد كده خلينا نعمل مقارنة دلوقتي ما بين الـ packet switching والcircuit switching الـ packet switching ممكن نسميها statistical multiplexing وبتتميز ان مفيش connection setup أو مفيش call setup وده مقارنة بالcircuit switching اللي بيتم عمل فيها setup أثناء بداية المكالم لما بنعمل dialing للرقم المرحلة دي بنسميها connection establishment أو call setup وفي النوع الأول اللي هو الـ packet switching ما بيتمش الاحتفاظ بمعلومات عن الـ flows المختلفة أو الـ data المختلفة اللي بتنتقل ما بين source و destination ولكن من عيوب الـ packet switching ان ممكن يكون فيه عندنا congestion أو اختناق والاختناق دوت معناه ان فيه traffic كتير جدا عايز يوصل من أجهزة source لأجهزة destination ولو الكمية ديت أو كمية البيانات دي كبيرة أكبر من الكباستي بتاع الـ connection المبين الأجهزة وبعضها بيبقى عندنا اختناق أو congestion والاختناق ده بيسبب في النهاية packet delay أو تأخير للـ packet اللي بتبعت وده بيؤدي كمان لوجود high loss للـ data وفي طريق الـ packet switching بيكون فيه header على كل packet بتبعت ما بين الأجهزة وبعضها والـ header ده بيقللي من الـ utilization الخاص بالنتورك أو كفاءة استخدام النتورك بتاعتي وأجهزة الـ routers الموجودة في الـ network بتعمل processing للـ overhead ده على مستوى كل packet يعني كل packet لما تطلع من الـ source روح الـ destination فبتعدي على جهزة الـ routers الموجودة في الشبكة كل router بيعمل processing للـ overhead أو الـ header الموجود في الـ packet ومناء على جهزة الموجودة في الـ header ده بيعمل routing ليها طبعا ده بيؤدي لي وجود delay خاص بالـ processing ده أو بالمعالجة دي عرفنا قبل كده أن الـ connection اللي بيكون ما بين الـ offices وبعضها أو السويتشات وبعضها ممكن يكون T1 أو E1 الـ T1 ده أحد أنواع الـ connectivity الموجودة ما بين السويتشات وبعضها في شبكة الـ BSTN مثلاً ولكن الـ T1 ده هو نظام أمريكي بيستخدم أكتر في نورس أمريكا أما في باقي الدول العالم بتستخدم النوع الثاني من الـ connectivity اللي بيسميه E1 وهنعرف تفاصيل عنهم بإذن الله في الـ sessions لجالي الشبكة دي بتوضح لنا أن بيكون عندي أكتر من source وكلهم بيحصلوهم ملتي بليكسنج على لينك واحد وزي ما قلنا اللينك ده بيستخدم الـ time multiplexing يعني بيتم تقسيم الـ link لمجموعة من الـ time slots على حسب نوع الـ connection هل هو T1 أو E1 وبيتم حجز time slot منهم لأول يوزر والtime slot الثاني لتاني يوزر لغاية الـ user رقم N أما جهاز الـ d-multiplexer أو switch الموجود ناحية destination بيعمل d-multiplexing يعني بياخد الـ data الموجودة في أول time slot يبعتها اليوزر رقم واحد الـ data الموجودة في تاني الـ time slot يبعتها اليوزر رقم اثنين وهكذا لغاية اليوزر N سواء الـ connection اللي ما بين أجهزة switches أو أجهزة سنترات وبعضها T1 أو E1 فبيشتركوا في الـ concept يعني الطريقتين بيقسموا الـ connection دوت لمجموعة من الفريمز وكل فريم بيكون من مجموعة من الـ time slots عدد الـ time slots بتفرق على حسب هل هو T1 ولا E1 أو غيرهم كل الـ time slot بيتم حجزه أو عمل assignment log لـ specific source 1 2 3 إلى N ولو اليوزر رقم واحد ما كانش عنده بيانات دلوقتي يبعتها برضو الـ time slot بتاعه بيفضل متاح وفاضي لغاية لما يتم إرسال بيانات عليه والفريم اللي تقسم لمجموعة من الـ time slots بيتقرر مع الوقت ما بين أجهزة switches وبعضها وبينسمي الـ T1 أو E1 connection ده channel outrunc عرفنا قبل كده إن اللينك اللي ما بين أجهزة switches وبعضها بيستخدم time division multiplexing معنى كده إن أجهزة switches دي بيجي لها أكتر من call أو أكتر من source وبيطلع منها لينك واحد بيوصل للجهاز التاني وده واضح في الشكل ده أجهزة switches دي اللي هي بتعمل multiplexing بتستخدم طريقة اسمها بي سي ام أو pulse code modulation والطريقة دي بتستخدم في تحويل البيانات عندنا اللي هو المكالمات الصوتية على سبيدي المثال لمجموعة من الـ bits ولي بيتم بعد كده إرسالها على اللينك يبقى عملية الـ PCM هي عمل digitization للـ signals بتاعتنا أو للـ voice signal عشان تبقى في صورة digital ويتم إرسالها من خلال الـ TDM link اللي هو ممكن يكون E1 أو T1 الـ PCM طريقة الـ modulation دي أو digitalization دي بتعمل sampling يعني بتقسم الصوت لـ 8000 sample في الثانية كأنها بتاخد 8000 عينة من إشارة الصوت كل سنة لو أسمنا واحد على الثمانتلاف هيطل عندنا مية خمسة وعشرين ميكرو ساكن ده الوقت الخاص بالفريم بتاعة الـ TDM كل الـ time slot بيتحط فيها تمانية بت ومعنى كده إن معدل نقل البيانات على الـ TDM link 64 كيلو بيبر ساكن طيب القيمة دي جات منين؟ إحنا عندنا 8000 sample في الثانية الواحدة كل سامبل بنحولها لتمانية بت فتمانية في 8000 باربعة وستين كيلو بيبر ساكن عرفنا إن عندنا أكتر من نوع من الـ connectivity ما بين أجهز السويتشز وبعضها فيه نوع اسمه T1 ونوع اسمه E1 وفيه أنواع تانية غيرهم سواء ده أو ده الـ 2 بيستخدموا time division multiplexing بيكون عندنا في الشبكة كلها transmission line اللي هو T1 ما بين الـ center office رقم واحد والـ center office رقم اثنين ظهر ما هو واضح هنا ده ممكن يكون الـ center office رقم واحد وده center office رقم اثنين ما بينهم الـ connection اللي بينسميه T1 أو E1 أو غيرهم الـ T1 ده أو الـ E1 bi-directional معنى كده إن عندنا 2 separate T1 line ما بين الـ offices وبعضها واحد بيستخدم في الإرسال والتاني بيستخدم في الاستقبال معنى كده إن إحنا لو عندنا subscriber A عايز يعمل مكالمة لـ subscriber B في البداية إحنا عندنا connection cover اللي سمناه local loop اللي ما بين اول subscriber وما بين الـ office الأقرب له الـ office ده لما يجيه له المكالمة بيتم عمل assign لـ time slot يعني بيحجز time slot عشان يتحط فيها الـ voice call ما بين أول office اللي هو office واحد وما بين office اثنين ولما توصل المكالمة لـ office اثنين بياخد الـ bits الموجودة في الـ time slot اللي تم استخدامه ويبعتها بعد كده لـ user B أو subscriber B والبروتوكول اللي بيستخدم في عملية الـ connection establishment وتحديد الـ time slot اللي هيتم استخدامها بنسميه signaling protocol والخطوات دي موضحة في السلايد دي في البداية في عندنا dedicated line اللي هو خط الـ twisted pair أو خط النحاس ما بين subscriber A و central office رقم واحد اللي هو central office اللي فيه switches أو جهاز الاتصالات الأقرب لـ subscriber A بعد كده بيتم حجز time slot على الـ T1 line ده أو الـ E1 line لو بنستخدم الطريقة التانية وعندنا كمان dedicated subscriber line اللي هو كابل الـ twisted pair اللي بيكون ما بين subscriber B وبين central office رقم 2 ده في حال إرسال الصوت من user A لل user B طب لو user B عايز يرد نفس الكلام بيتم إرسال الصوت من subscriber B لـ central office 2 من خلال الـ dedicated line أو خط النحاس اللي ما بين subscriber B و central office وبعد كده استخدام time slot اللي تم حجزه عشان نحط فيه voice data أو bits الخاصة بالصوت وبتوصل لـ office رقم واحد اللي بدوره بيحولها الانالوج ويبعثها لـ subscriber رقم A الـ time slot اللي تم حجزه ما بين office 1 و office 2 بيطلق عليه كلمة circuit أو دايرة ومن هنا جاء مسترح circuit switching يبقى معنا شبكات circuit switching زي شبكات التليفونات أو الـ PSTN هي الشبكة اللي بيتم حجز فيها time slot أو circuit ما بين الـ offices المختلفة لعمل voice transfer ما بينها وأثناء المكالمة الصوتية بيتم حجزة time slot لغاية لما user A أو user B يعمل hang up أو يقفل المكالمة هنقتصي بهذا القدر ونكمل الـ session الجاي ونكمل الـ session الجاي